فراشة حرية ممكن تجرحها برموش عيونك لو ما خدتش بالك صوتها يحرك الحجر مقبولة انتقامية فارسة من فارسات الرومانسية احنا بنتكلم عن السندريلا انسى برج السرطان الله بينا اهلا باجما الناس في الدنيا النهاردة موعدنا وحنا هنتكلم النهاردة عن السندريلا انسى برج السرطان ومشيهم بقى ونكمل وموعدنا كل ليلة في رمضان من 8 لتسعة موعد الحلقات ممكن بقى في حالات استثنائية بادري شوية متأخر شوية المهم اراحب بكم وقول الجديد يعرفنا بنفسه عشان اراحب بيقول لي ما اشتركش اشترك وتعالوا بقى نتكلم عن السندريلا انسى برج السرطان الحساسة اوي 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 وذا هو مشكلة سلاح زوح الدين يدخلها اوي في ازمات نفسية ومن هذا المنطلق كمل بقى ما هي الصفات مكملة لبعضها عندها شعور بعدم الاحساس بالامان ومن هذا المنطلق ايضا صعب ان انت تكسب ثقتها صعب ان انت تنال ثقتها وبتكون حريصة اوي في البدايات ودايما تفضل انت كرجل انت اللي تقرب انت اللي تاخد الخطوة الاولى وهي تتقل شوية لانها بتبقى خجولة مكسوفة فما تستعجلش بتطول بتفهم بتدرس كل ده مع انسى برج السرطان وارد اوي وجايز اوي انسى برج السرطان دايما شايفة نفسها انها فيها حاجة مختلفة بس ايه هي مش عارفين انما هي حاسة ان هي مختلفة وعاطفية جدا وحنونة حنونة لابعد مما تتخيل مش مبزرة مش مسرفة وإلا تبقى سرطان مضروب على طول لا هي حريصة والمدة عندها ليها ايمة وبتخلي بالها منها وبتخاف من بكرة ودمعتها وريبة اوي وضحكتها او دحكتها وريبة وسهل ان هي تتحك بصوت جميل خلاب وسهل ان هي تدمع حتى ما تلحقش الدار دموعها قدامك ما عندهاش حتة التحكم دمعتها وريبة اوي ومن نظرة مش ولا بد ممكن انت تلاقي دمعتها على خدها خيالها واسع اوي 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 فوق ما تتخيل خيال واسع اوي 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 لذلك انت لو مش كده وما انتش رومانسي ودبش فتتعب هي نفسيا معاك والسرطونة لما بتتعب بتتقوقع على نفسها زي السرطان كده وتنطوي تيجي انت بقى تقول نكادية هي مش نكادية بس تشوف انت عملت ايه وصلها لكده هي حساسة اوي اوي ما تبقاش جبلة خلي بالك من النقطة دي وانت بتتعامل معها انت بتتعامل مع انسى من ارق نساء الدنيا اللي انت ممكن تقابلها لذلك السرطان محتاجة معاملة خاصة ما فهاش كلام ما فهاش نقاش لازم معاملة خاصة مع السرطونة دي وإلا تدمرها تقضي عليها او على اقل تقدير ترحل او تبتعد عنك ام مثالية حنونة جدا والبيت عندها لي قدسية كبيرة اوي تقدس هي البيت وتقدس الحياة الاسرية وتضع قيود كبيرة اوي على ولادها في البيت يعني الجوزائية في الحلقة اللي فاتت قلنا تصاحب ولادها كده عفريتا هي السرطونة لا بقى تقيدهم وتلزمهم وتحط حدود وتحط قواعد وتحط رولز وتحط وتحط هي كده انسى بورج السرطان ودائما ما تحن للذكريات وذاكرتها فلازية ادق واصغر اللي حصل بينكم من اشياء ما تنسهوش الزاكرة بتاعتها فلازية تحبها وشكل الامر وهو بدر الشاطي اه الحاجات دي تستهويها جدا جدا وتخليها تسرح وخيالها يشتحم والخيال واسع هيعد الفضاء ويعد النجوم ويعد الكواكب اياك ودي بقى النصيحة والتحذير ان انت تسخر من رومانسيتها الزائدة لان كده انت هتصيبها هي بازى نفسي احنا بايدينا لو فهمنا اللي بنتعامل معاه نعرف نخلي حياتنا سعيدة جدا وجنة جامعة بس نفهم احنا مش شكل بعض اطلاقا الصوت بقى انا هتكلم عن الصوت الصوت عايز حالها لوحده ولكن كان عادة اقول ياريت بقى عايزين ان كله يعرف صفات انسى هورج السرطان نشير وندوس لايك عشان توصل لكل اصدقائنا المشتركين اللي بيوصلوا اللي بيشكوا من عدم وصول الاشارات من احن وارق واطرة وانعم واحدة نبرات الصوت اللي انت ممكن ودنك تسمعها في يوم من الايام موسيقى الدحكة بتاعتها مش الصوت كمان عبارة عن موسيقى الصوت بتاع انسى هورج السرطان بصراحة انا مش عارف اوصف انا عايز شاعر يقعد معايا دلوقتي جنبي حد الشعراء مفيش حد جنبي يقدر ان هو يوصف فانا هقول ايه لو حد يغششني قولولي هقول محدش عارف محدش عارف هنقول ايه هنقول الصوت ده حاجة كده من السحر عندها نبرت صوت حنينة انا انا مش عارف اقولي اكتر من كده اكيد المعنى واصل اللي انا عايز اقوله وغالبا ما تلاقيش صرتونا صوت عالي او مفزع او قوي او يقومت منهم مسروع مفيش الكلام ده لا نبرت الصوت ممكن تنيمك متعصب تهديك مخنوق تهديك مش عايز تنام تنيمك حنيينة اوي حتى في نبرت صوت اشوفو وصل الى احتواء والحنية بتاعدت الحد فين شكاك انتقامية عصبية مدهب نلزينة بيتغير 360 مرة في الساعة ودي ممكن من العيوب شوي الصرتونة عصبية رغم هدوء الصرتونة متقلبة المزاج اوي لان اي حاجة بتأثر فيها والنفسية بتاعدت متقلبة اوي عشان كده قلت لازم انت تتعامل معاها معاملة خاصة من البداية لو انت عايز ان انت تكسبها كمان ما ينفعش حد يغلط فيها وما خدش حقي او اصفاله بسهولة لذلك قبل ما تغلط وتزود في الغلط اعرف ان هي مش بكلمة او بمصالحة هتطراضة لا ما بتنساش من الاناس الشيالة والابراج المائية كلها مش بس السرطان انتقاميين ولكن هتلاقي بقى الملك ده كله الملك تحول بقى لقول اذا انت جيت عليها اذا انت اضطرتها الكده اذا انت اجبرتها الكده وجيت تحديدا على كرامتها او حاجة هي بتعزها اوي او حاجة هي بتخصها اوي ممكن فعلا هنا جانب الانتقامي من شخصية السندريلا يبان يظهر تشوف الوش التاني ومن مشاكلها مش مزوقاتية يعني الجوزهية تحسيك ساكن انت ملك زمانك تحسيسك ان انت يعني ممكن ما يبقاش انت لك اي 30 لازمة بس الجوزهية عفريتا لو حطت في دمخها ممكن تحسيسك ان انت رئيس وزراء ولا حاجة السرطنة ما عندهش الحتة دي رغم درجة الحساسية العالية عندها فممكن ترمي دابش في النص ممكن لسانها كده يبقى زي المبرد احيانا وممكن تنتقد هي برضو من النساء اللي فيها الحتة دي بس لو خدت عليك اوي لو قربته من بعض اوي فيعني كده يعني مش حوارتاجية مش مزوقاتية بتتكسف وتفضل غالبية السندريلا او غالبية الناس السرطان اللي ابتعد عن الاضواء عكس مثلا البرينسيس اللي انا اخدتها الحلقة الجاية الاسد تعشق الاضواء والشهرة وحب الظهور هنا اعكس بقى مع انسى برج السرطان هنا العكس لا ما يستهوهاش دا اوي عشان كده الشاب اللي هو بيحرق كتير ويتكلم كتير ومجنون وملحوث وعنده هسهس في دماغه دا ما يستهوهاش اوي لذلك تلاقيها تنجذب للي هما اتقل اهدى ارثى اعمق وتديهم الامان اكتر عكس اللي هو اللي يعني عقله مضروب التاني دا اللي هو بيبقى وريتما حياتها مش سريع يعني السرطونة ريتما حياتها مش سريع مش زي الجاوزائية وانسى برج الاسد لا هادي وحدة وحدة وما تتهمهاش بالبطأة وبالتبارد لاني دي شخصيتها روحة طفولية اوي اوي من جواها اوي من جواها ومقبولة من الاناس دايما اللي بقول اللي وضع على وجهها القبول وانسى صاحبة قوة ناعمة ضاربة ضاربة يعني يا بخت اللي هو مرتبط بانسى برج سرطان صراحة من الاناس اللي هي مميز اوي ويعني اقولي بقى حلو اوي كده عشان ما طاولش عليكم هستنى بقى تعليقاتكم عشان انا بقى ارى كل تعليقاتكم وكله يساعدون ان كله يعرف صفات السرطونة اشان يروحوا اضطوا لايك لو شايفي الحلقة تستحق كله يفهم طباع كله نعرف نتعامل مع بعض اكتر الدنيا تبقى اجمل وهو ده هدفنا وانا بشكركم جدا على المتابعة قنواتنا التانية الانستجرام الفيس كل ده هتلاقيه موجود في وصف الفيديو او في التعليقات وان شاء الله موعدنا بكرة مع البرينسيس